أن أنت مالك دخل شنو راح يسير بالملاقصة؟ وأن أنت دورك ومهامك راح تبلش يوم فضل العروض؟ ولا نسيت؟ صح، بس من ضمن مهامي بعد أني أكون حريص على سمعة الشركة ومصداقيتها وأسمها بالسوق وحريص بعد على أن المشاريع تتسلموا بوقتها وبدون أي تأخير سوري تصدق لهم كمل شوي كانت أثرت أكثر دمعت حيني بس اسمع رغم أني أنا أحب الدراما اللي تقدمها لكن أنا مناسي مهامك وأعرفها لكن يمكن أنت تكون ناسي مهامي وصلاحياتي وأن هذه الشركة ملكي أنا وأنا بكيفي أأجل أو ألقي المناقصة أو ألقي المشروع كله حتى ما أقول الأسباب واضح؟ أخي أخي أعلمت كل أنك طلبتني منها ويوسف بعد ما كان يبيوكا في معنا رافض والحين ما هم موافق على زواجنا أدري واختك حور بعد ما موافقه أنت وش دراك؟ منهم أثنين هم جون الكافي والسم كان ينقب من كلامه وصح أن كل واحد دخل عليه بسلوب ولكن النتيجة واحدة مشاكين فيني ومصدقين أني رجعت لك بعد ما انفصلنا مع أنه سبب رجوعي واضح وش كان السبب الواضح هذا؟ لأنني أحبك ومقدر عيش من تونك هنقولي أشياء تسأليني هذا السؤال إيه معقول حتى لو كنت عارفة الجواب سأحتاج أوقات أسمعه طيب الحين احنا وش بنسوي كلهم موافقين احنا بنسويلي في راسنا ومعلينا من أي أحد احنا لو بننتظر موافقته هن عمرا ما راح تسوج احنا لازم نعرف ان احنا اللي مكبرين عليه شي كبير ولازم نقبل التحدي ونكون قده ونت تعرفني زين انا ما خاف من أحد ولا هي من أحد يا سلام عليك شايف قوتك خوضك العليهانا احنا بحاجة أكثر من هيوق الثاني شاهد احنا حبنا بعضه هذا مجري ما شنا نتحاسب عليها احنا بنتزوج واللي يصير يصير شكرا لهم شكرا لكم شكرا للمشاهدة شكرا